اشتركوا في القناة جبريل من محبته بالنبي عليه الصلاة والسلام طلب من النبي أن يطلب من الله أن يراه على صورته الحقيقية طلب الرسول حصل هذا الأمر نزل جبريل ساداً عز مخلقي ما بين المشرق والمغرب وهذا شيء كثير عجيب يعني اليوم كثيراً يرى عصفور بحجم بناية يرى عصفور يصور من دهشته كيف يرى جبريل السد عظم خلقي ما بين المشرق والمغرب صعق النبي عليه الصلاة والسلام أغمي عليه لما أفاق كان جبريل عليه السلام رجع تشكل التزمه وقال النبي يا جبريل ما ظننت أن الله خلق أحداً بهذه الصورة وأخبره جبريل أنه إنما فرد جناحين من أجنحته الستمائة بارك الله ولقد رآه نزلة أخرى عند صدرة المنتهى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل مرة ثانية لما كان في المعراج وقد أظهر جبريل أجنحته الستمائة رآه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يغم عليه قبل أن نوصل لهذا الموضع من المعراج نبلش من بداية المعراج عندك شيخ محمد طيب النبي عليه الصلاة والسلام أسري به من مكة إلى بيت المقدس واجتمع بالأنبياء مثل ما حكينا في الحلقة الماضية طيب بعد ذلك خرج النبي عليه الصلاة والسلام من المسجد من المسجد الأقصى وعرج به إلى السماوات العلا عرج به على المعراج اللي هو مرقات شيء بيشبه السلم من الأرض إلى السماوات فعرج بالنبي عليه الصلاة والسلام على المرقاء ووصل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى السماء الأولى دخل النبي إلى السماء الأولى فتحت باب فتح باب السماء لأن السماء إلى أبواب نعم ففتح باب السماء ودخل النبي عليه الصلاة والسلام إليها ورأى فيها سيدنا آدم عليه السلام بعد ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام اجتمع بكل الأنبياء ببيت المقدس بالأرض الله تعالى تماني من الأنبياء رفعهم إلى السماء إلى السماوات فرجع النبي يلتقى بهدول الأنبياء تماني بالسماوات السبع هنه تماني أنبياء بالسابع سماوات هلأ منقول كيف بالسماء الأولى فإذا نلتقى بأب البشر لهو أول رسول وأول نبي هو نبي الله آدم عليه السلام دعاله واستبشر به خيرا وعرج بنبينا عليه الصلاة والسلام إلى السماء الثانية وفي السماء الثانية التقى بابني الخالق نبي الله يحيى ونبي الله عيسى عليه السلام وسيدنا عيسى لأن سيدنا عيسى هو يسكن السماء الثاني وسيدنا عيسى مز رفع إلى السماء الثانية إلى اليوم لم يتركها إلا مرة واحدة وقت نزل على الأرض للصلاة معنا وهذا فيه ظهار لشرف سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وقت هنزل لأنه سبع سماوات وبالسماء الثاني يلتقى باثنين من الأنبياء صار المجموعة ثمانية بالسماء الثالثة يوسف بالثالثة التقى بنبي الله يوسف بالسماء الرابعة التقى بنبي الله إدريس وبالسماء الثالثة لما التقى بنبي الله يوسف خبر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عن جمال يوسف وأنه أعطي شطر الحصن شطر الجمال شطر الحصن نصف الجمال سبحان الله أنت بتكهيل شيء يعني الجمال نصه أخده سيدنا يوسف والنص الثاني وزع من البرحل نعم بداش أحيانا بنشوف مثلا الطفل أو بتشوف عنده شدة جمال دي بدي يكون جماله بالنسبة أداش بالنسبة لها سيدنا يوسف عليه السلام وأما نبينا عليه الصلاة والسلام فأعطي الجمال كله ولكن جماله كان أغطته الهيبة أغطى جماله الهيبة فهو أجمل من سيدنا يوسف صلى الله على سيدنا محمد وسائل الأبياء وسلم لذلك الرسول قال ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت وإن نبيكم أحسنهم وجه وأحسنهم صوت عليه الصلاة والسلام وهذا بدل أنه كنت عم تحكي شايف عن سيدنا آدم أنه كان عليه السلام هو أول البشر وأول الرسل وهذا بدلنا أنه كان جميل الخلقة لأنه كان نبي رسول والحديث واضح أنه كل الأنبياء الله بعثهم وهن حسن الوجه كل واحد فيهم كان حسن الوجه إذن سيدنا آدم ما كان على شكل قرد ولا بيشبه القرود ولا كان جسمه كله مغطب الشعر ولا كان ما بيعرف يحكي ويأشر إشارات كل هذه النظريات الفاسدة اللي بتعارض ديننا نحن ما منقبله نحن الأصل عنه هو ديننا والرسول عم بيخبرنا عن وحي مش نظريات هيدا وحي ويقين فسيدنا آدم كان عليه السلام هو نبي رسول مثل ما قالنا بالسماء الأولى بالسماء الثاني سيدنا عيسى وسيدنا يحيا بالسماء الثالثي سيدنا يوسف وتياشطرة الحسن عليه السلام والسماء الرابعة سيدنا إدريس عليه السلام نستفيد قبل ما نكمل الحديث اللي كنت عم تذكروا شيخنا أنه الأنبياء أو صفات جميلة صفات حلوة ما بتطلع من الأنبياء الشياء بتنفر الناس الله حكيم نعم الله حكيم أرسل للناس صفوة الخلق خيرة الناس أرسلهم للناس اليوم الدول لما تبعث سفراء بتحاول تبعث مظلاء السلاء بمظهر اللي هن بالنسبة لأنه أعلى الصفات بتفتش على الأعلى ما يبعثوا حدا بيعتبروا أنه ما بيمثلهم تمثيل مثل بلي مثل بيعتبروا نعم فالأنبياء أوصافهم جميلة أوصافهم حلوة صدق أمانة أمانة ذكاء شدة الزكاء الفطانة صيامة ما فيه لا رزالة لا سفاها ما فيه ما فيه عنده الأخلاق اللي نحنا بنعتبق بنقول عنه الأخلاق رزيلة بلا أخلاق لما نقول هدا فلان بلا أخلاق أكيد الأنبياء ما كانوا غاك ولا فعلوا أي فعل يعد عند الناس رزيل لأنه هذا الشي بنفر هذا الشي بنفر الناس عن أنه ياخدوا منهم والله تعالى مثل ما قالت شيخنا حكيم الله تعالى حكيم لا يرسل للخلق إلا من هو متصف بهذه الصفات الحسنة ليكون ذلك مدعاة لقبول ما جاءوا به لقبول الدعوة اللي جاءوا بها اللي هي دعوة الإسلام تين الإسلام فما في نبي كذب ولا سيدنا إبراهيم ما في ولا نبي بده يزني أو زنى ولا سيدنا يوسف ما في نبي كنخائن ولا سيدنا داود ما في نبي طلع منه دود ولا سيدنا أيوب يعني هنا أطاعتك شيخ سيدنا أيوب هو من جملة الأنبياء اللي رسول قال ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت اللي عم بيطلع منه الدود يعني هذا ما بيعتبره أكيد الناس ما لح يكون مقبلين عليه ولا شايفينه حلوك يعني هذا بلاء الله تعالى يبتلي به بعض الناس ايه لكن هذا أما أنبياء الله أكيد لا لأن هذا ما معنات أنه الأنبياء لا يصيبهم الأمراض أو البلاء لكن ما بيكون منفر ما لا يبتلي الله أنبياءه بأمراض منفرة وإلا نحن بنعرف الرسول عليه الصلاة والسلام بمرض وفاته كم كان لا يعاني من شدة سكرات الموت النبي صلى الله عليه وسلم ما في نبيه كان جبان أو بتأتي ولا سيدنا موسى ما في نبيه شرب الخمر ولا سيدنا عيسى ما في نبيه كان نسونجي أو كان بدي ينتحر ولا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وعلى سائر إخوانه الأنبياء والمرسلين هذا اعتقادنا فيه وهذا ما حبّتنا لأنهم تقتضر نعم نصفهم به الأوصاف ونحكي عنه بالخامسة والسادسة والسابعة بالخامسة سيدنا هارون سيدنا هارون بالسادسة سيدنا موسى اللي هو أخو سيدنا هارون وبالسماء السابعة بوالده يعني جده سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هاي هو سيدنا إبراهيم من الأمور اللي حصلت لما التأى الرسول عليه الصلاة والسلام بسيدنا إبراهيم عليه السلام سيدنا إبراهيم قال للرسول أن يوصي أمته بكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله هذه الكلمة اللي هي الرسول قال عنه كنز من كنوز الجنة كنز من كنوز الجنة فهيدي الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله اللي هي كلمة كثير عظيمة وهي من العقيدة هي من عقيدة المسلمين بالدل على أمر مسألة من مسائل العقيدة كثيراً لس تستعملها وسأب تعرف معناها صح تستعملها خاصة عند الغضب أيوان عصب طلع خلقه مثلا لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة حلوة عم تذكر استحضر نية حلوة تعالك أجر وثواب نعم نوصل لمعناتها معناتها النبي عليه الصلاة والسلام هو فسرت سيدنا عبد الله بن مسعود صحابي جليل رافق النبي من أوائل الصحابة اللي صدقوا رسول الله وكانوا مع النبي فكان مع الرسول عليه الصلاة والسلام فذكر هذه الكلمة الطيبة قال لا حول ولا قوة إلا بالله قال له النبي أتدري ما معناها فقال عبد الله بن مسعود الله هو رسوله أعلم بده يسمع من النبي شو تفسيره فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا حول عن معصية الله إلا بعسمة الله ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله شي يعني باختصار؟ يعني أنا إذا ابتعدت عن الحرام فما ابتعدت إلا لأن الله أبعدني الحفظ عن الحرام الحفظ عن المعاصي عن الزنوب عن الآثام يكون بحفظ الله تبارك وتعالى نسأل الله أن يحفظنا وأن يحفظ قلوبنا وجوارحنا وأنا إذا فعلت الطاعة فعلت العبادة فلم أفعل هذه العبادة إلا بعون من الله تبارك وتعالى وبإعانة منه وبإقدار الله هو الذي أقدرني على الصلاة أقدرني على صوم رمضان أقدرني على تلاوة القرآن هو بعون الله فالأمر مرجع إلى أنه كل أفعالنا وكل أقوالنا كل حركاتنا وكل سكناتنا سواء كان خير ولا كان شار كان حسن ولا كان قبيح كان حلو ولا كان مور كل 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 طالما هو بهذا الكون فكل هذا الكون من كل الله ما بيأصل شيء بهذا العالم لغير خلق الله تبارك وتعالى ما من حركة ولا سكون إلا بعلم الله ومشيئته تكون هذا خلاصة ما من حركة ولا سكون إلا بعلم الله ومشيئته تكون طيب هذا من الأشياء من الأمور التي صارت أنه كمان النبي عليه الصلاة والسلام رأى البيت المعمور اللي هو مكان بالسماء السابعة واسع هو مثل الكعبة للمؤمنين بالأرض يدخل إليه في كل يوم في كل يوم سبعون ألف ملكا يصلون فيه سبعون الرأم سبعون ألف ملكا يصلون فيه ويخرجون منه ولا يعودون إليه أبدا يعني ما في ملك فات مرتين أيوة كل ملك بيفوت مرة ويحدة وهي ده مع هك كل يوم كل يوم كل يوم عم بيفوت سبعين ألف ملك الله أكبر يعني أمور واحد بس يفكر فيها بيزداد يقينه بعظمة الله سبعين يعني أكثر المخلوقات عددا أكثر من حبات الرمل ملائكة أكثر من حبات الرمل أكثر من نقط المي اللي بتقع على الأرض أكثر من وراء الشجر أكثر مخلوقات الله عددا الملائكة وما يعلم جنود ربك إلا هو الواحد عندما يفكر بهذه الأمور فهما يزداد يقينه بعظمة الله تعالى لنريه من آياتنا يعني المقصود من المعراج من الإسراء والمعجزة أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام عجائد عالم العلوي والسفلي نعم كمان الأشياء التي شافها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام شجرة هذه الشجرة هي شجرة صدر لكن اسمها منّة مثل أيوة صدر أيوة من حيث التسمي نعم صدر هي صدرة المنتهى نعم اسمها صدرة المنتهى لأنه هي صعودا الملائكة اللي بيكونوا يصعدون من أسفل إلى أعلى ينتهون إليها ما بيتجاوزوها نعم والملائكة اللي بيلزلوا نزول كمان ما بيتجاوزوها نزولا فاسمها صدرة المنتهى هي أصلوان بالسماء السادسة ولكن ترتقي إلى السماء السابعة وإلى ما فوق ذلك إلى ما شاء الله عز وجل وهي جميلة جدا الرسول عليه الصلاة والسلام تكلم وصف جماله عن أوراق كبيرة كأذان الفيلة قدش معناتها هي كبيرة يغشاها فراش من ذهب الفراشات يعني فراشات بس هي من ذهب الرسول لما رأاها عليه الصلاة والسلام قال لا يقدر الواصف أن يغشفها من حسنها من شدة حسنها هذه الشجرة فهي أصلة بالسماء السادسة واصلة للسماء السابعة هذا معنات قدش هي كتير كبيرة بكتير عظيمة وهنيك رأى نرجع لللي بلشنا فيه هناك رأى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رئيس الملائكة سيدنا جبريل عليه السلام للمرة الثانية للمرة الثانية بعد ما كان شافوا مرة الأولى بأجياد بمكة في كتير أمور غلطة بتنقال هون نعم بصدق في أمر كتير بيستفزني كتير سلم عم يتركب بيديع لبعض هو مجرد من أولب يعني واضح أنه هي غلط وافتراء هذا منه مزبوط هذا كذب وافتراء أنه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وصل على محل في بردي قاله وراه والأولى يا زبالله رب العالمين موجود وراها وسيدنا محمد قال التحيات والمباركات والصلاوات والطيبات لله أيوة فرد عليه رب العالمين من ورا البردية السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته فردوا الملائكة بعض قرار السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين على زعمهم أنه من هون إجت صيغة التحيات التي نحن نقولها والصلاة تركيب وتأليف ومن كذب هذا كلها كذب وبخالف الواقع الحديث لأنه بصحيح مسلم ورد من وين إجت صيغة التحيات حديث رواه عبد الله بن مسعود عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان النبي سمع بعض الصحابة بالصلاة بالتحيات يقولوا السلام على الله السلام على جبريل السلام على ميكايل فقالهم النبي عليه الصلاة والسلام لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام ولكن قولوا التحيات لله لآخر صيغة التحيات فهذه هي واضح حديث صريح هذا هي لا في فوق فات وردية وكذا وكمان من الأشعة البشعر التي تنقال أنه سيدنا محمد وصل لمحال قال استوحش حس حاله لحاله وقال فالعياذ بالله بعضهم يدعي أنه سيدنا محمد كلمه الله بصوت لسيد أبي بكب قال ووضع رب العالمين يده على كتف النبي فشعر النبي ببرودة أصابع الرحمن يعني وصد كلها يتفتراء وكذب واحد مطلوب يعتقد أن رب العالمين ما نساكن بالسماوات ومش المقصود بالمعراج أنه يطلع النبي محمد عليه الصلاة والسلام على مكان يلتقي به بربه إنما لنريه من آيات يعني نبقى عم نقتصر على ما ورد بالقرآن هو يعني حتى لأنه بعض الناس قد يجي إلنا أنه هذه وردت بالإسراء فنحنا من قل له الآية هذه ورد بالإسراء لنريه من آياتنا ورد كمان بالمعراج الله تعالى قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى هذه الآية بسياق الآيات اللي ذكرناها من شوي ولقد رأاه نزلة أسراء الله يقول لقد رأى من آيات ربه الكبرى يعني مثل ما الله تعالى أثبر أنه الإسراء كان ليريه الله ليري الله محمدا من الآيات لما كان بالإسراء بالأرض كذلك نفس الأمر ذكر عن المعراج أنه كمان الله تبارك وتعالى أرى نبيه صلى الله عليه وسلم آيات لكن هي بالعالم العلوي فإذا الإسراء والمعراج اثنينات المقصود منهم تشريف رسول الله صلى الله عليه وسلم وإطلاعه على عجائب في الأرض في العالم السفلي وفي العالم العلوي هذا هو وهذا الأمر اللي عم نذكرها هي عجائب أكيد كذلك البيت المعمور والسماوات والسدرات المنتهى وغيرها هذا كله من العجائب اللي هي مقصود بالآية لقد رأى من آيات ربه الكبرى فاللي بدنا ننتبه له ونفهمه أنه هاي دي بعض يعني القصص اللي بيذكروها بعض الناس بعض المشبهة بيقولوا أنه المقصود من المعراج أنه يطلع محمد يوصل يلتأ بربه والعياذ بالله لأنه هن يعتقدون هذا من فساد عقيدتهم أنه يظنون أن الله عز وجل هو جسم فالجسم بد يكون بمكان فقالوا منقول الله في السماء جعلوا الله تعالى مثل الملائكة اللي هن يسكنون السماء قالوا الله يسكن السماء نحن منقول لا الله تعالى هو خلق السماء لا يحتاج إليها هو خلق الأرض لا يحتاج إليها خلق السماء لتكون مسكنا للملائكة مثل ما خلق الأرض لتكون مسكنا للإنس والجن من يعني ليس أن الله يحتاج إلى شيء لا يحتاج إلى سماء ولا إلى أرض ولا إلى عرش ولا إلى كرسي هذه كلها إنما نحن أنا وياك هلأ محتاجين للكرسي اللي أعدين عليه لأنه بدون من وقع فالإنسان محتاج أما خالق هذا العالم لا يحتاج إليه أصلا الله بالقرآن يقول إن الله لغني عن العالمين إن الله لغني يعني لا يحتاج مستغني عن العالمين عن كل هذا العالم الله تبارك وتعالى مستغني عنه فإذن القول بأن الله في السماء يسكن السماء معناته الله محتاج لمكان معناته الله محتاج مثل كيف نحن محتاجين لبات هو محتاج لمسكن هذا ضد عقيدة المسلمين عقيدة المسلمين ليس كمثله شيء الله تعالى منه مثل الملائكة منه مثل البشر منه مثل الجن منه مثل أي شيء من الأشياء مهما تصورت لبالك فالله فالله لا يشبهه ذلك للأمور اللي حصلت بالمعراج بعد نحكي إذا أصعفنا الوقت عن أمرين نحكي عن الجنة نحكي عن الصلاة الخمس نعم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فرضت عليه في تلك الليلة خمسون صلاة أول الأمر فرضت خمسون صلاة ثم بعد ذلك التقى سيدنا محمد بنبي الله موسى فسأله موسى فأخبره أن الله قد فرض عليه وعلى أمته خمسين صلاة فسيدنا موسى قال له للنبي عليه الصلاة والسلام رجع وطلب التخفيف رجع ليس المقصود كما كتعمت وليس المقصود أنه رجع للمكان الذي تقاد فيه برب العالمين إنما المكان الذي نزل عليك فيه الأمر وطلب من ربك التخفيف فأني بلوت بني إسرائيل يعني لا يجرب نعم يجرب وأمتك لن يطيقوا ذلك فسيدنا محمد رجع طلب التخفيف خفف عنه بخمس فخبر ورجع سيدنا موسى رجع سيدنا موسى طلب منه أن يرجع ليطلب التخفيف بقي سيدنا محمد يرجع يطلب التخفيف أكتر من مرة بعد مرة خمس تنحط عنه خمس تنحط خمس حتى صارت خمسا بثواب خمسين حتى وموسى مع ذلك قاله رجع فطلب التخفيف قال رجعته حتى استحييته نعم سبحان الله واني خمسة ما بياخده كتير وقت من الإنسان يعني نحنا بالنهار نعنى 24 ساعة إذا الإنسان عطى أقل من نصف ساعة أقل من نصف ساعة أحيانا بيكون توضأ وصل الصلاوات للخمس نعم الوضوء بياخد من الإنسان يمكن ديئتان ثلاثة دقايق والصلاة لو يعني حتى ما عم بحكي عن الصلاة بسرعة لو واحد صلى بخشوع بهدوء من غير إسراع ما بتاخد الصلاة أكتر من خمس دقايق ست دقايق حتى الرباعية يعني يعني إذا نحنا عم نحكي عن الخمس صلاوات مثل ما قالت شيخ ما بتتجاوز نصف ساعة نصف ساعة من 24 ساعة للإنسان بس نصف ساعة هي صلاة لربه موعن لطاعة الله يوقف الواحد يستحضر بقلبه عظمة الخالق الذي يعبده الذي يتزلل له ويخضع له نهاية التزلل يصلي من قلبه يصلي وهو قلبه حاضر ينظف حياته ينظف الصلاة يتنظف قلوبنا كتير صار بزعر كيف شبابنا صاروا بيتركوا الصلاة صارت كلمة بيقطش عادي يجي عنك كتير من بل بعض بيعتبر أنه أنا بقطش فأي بترك لا لا أنك تترك صلاة واحدة عندن مش أنه مثلا واحد نام نام قبل ما يدخل وقت الصلاة فأي كان خارج وقت الصلاة معنا نحكي عن عذر النام واحد ترك الصلاة عندن ذنب كبير لو وحده ذنب كبير الصلاة عمود الدين ولما تيروح العواميد عمتعرض البناء للخطر نحنا لما حكينا بحلقة الإسراء كان ما حكينا عن ما رآه النبي عليه الصلاة والسلام صورة اللي تركي الصلاة اللي هي هذا يعني شيء كتير عظيم كيف رأى أن أناسا تربخ رؤوسهم تربخ يعني تكسر رؤوسهم بين حجرين صخرتين عظيمتين عم تكسر رؤوسهم بينها فسأل النبي جبريل قال له هؤلاء الذين تتثاقلوا رؤوسهم عن أداء الصلاة شيء كتير تتثاقل حقيقي نا دي ايه عم يلعب في فتبول ساعتين ويرط وضهر مع رفقاته وتروح سهايكينج على الجبال على الجبال عم يطلع وبتروح بتعمل شوبينج بالمال وساعات بيرجع الواحد على البيت بل لك بيع بان بيتقل بيعتخد بيكمل تشاتينج وعالتليفون ساعة زيادة صحاب كم دقيقة هل قدي الواحد بيصير بيحس بيتقل هذا شيطان شيطان بيتقلل الواحد وهو بدل ما يكون عم بيحارب شيطانه اللي يربح بيكون عم بيطيع شيطانه فبيخسر الله يجعلنا من المصلين محافظين على الصلوات الجنة الجنة الله يرزقنا إياها مجر بذكره بس تلاقي حالك تسمت الله يرزقنا إياها الجنة النبي عليه الصلاة والسلام دخلها دفل الجنة والنبي ذكر كتير من أوصافها بأحاديث متعددة يعني لكن النبي عليه الصلاة والسلام حدث عن بعض نعيم الجنة ونعيم الجنة نوعا في نعيم عام هو اللي ورد كتير منه بالقرآن ورد بأحاديث النبي وفي نعيم خاص يعني النعيم العام يعني يشبه الكل كل شيء نحن اسمعناه نعيم الجنة كل شيء اسمعناه نعيم الجنة من طعامها والإباسها شراء وقصور وأشجار كل 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 هذا من النعيم العام اللي هو يشترك به الصالحون غير الصالحين أما النعيم الخاص فقال عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى حدث قدسي عددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر فما قدرين كتير نحكي عنه لأنه ما منعرف عنه ولا خطر على قلب البشر بس نقول عنه أنه أكيد شيء كتير كتير حلو والله يشويقنا هيدا تشويق هيدا فيه نوع من التشويق لإله إذا بدك يا فكون من الصالحين هيك معناته يعني بدك هيدا النعيم اللي هو شيء أعلى من النعيم العام في شيء خاص بعد هيدا بدك تكون من الصالحين حتى تنالوا نسأل الله أن يجعلنا من الصالحين شو بعد عنا أمور حصلت بالمعراج قبل ما نحكي أنه النبي عليه الصلاة والسلام عاد إلى مكة المكرمة بدنا نقول أنه الله عز وجل لا يعجزه أن يفصل أنه النبي يصعد من سماء إلى سماء إلى سماء إلى السماء السابعة وإلى الجنة هيدا المسافات اللي أطاهر الرسولي صلى الله عليه وسلم هي بإقدار الله له الله تعالى يعني بعض الناس بيقول لك كيف وش عم تقول وهيدا شيء كتير بعيد سيف بدي يعلق عن مقطة بشي كنت عم تفكر فيه اليوم كتير من الأمور الناس بس تسمعها بتشكم عليها بناءا على العوايد اللي معاودين عليها وبناءا على الأشياء اللي شاهدوها وشايفوها لا تقريب قبل ما أقول شو قصده من زمان كانت الناس بس تسمع بعض الناس اللي مشككين اللي بيعترضوا على الشريعة كانوا بس يسمعوا حديث إن النبي عليه الصلاة والسلام شق صدره وبيقهوس نبي شق صدره مرتان بالمناسب واحد منهم كان وقت الإسراء والمعراض نعم بيقول لك كيف واحد شون شق صدره ورجع وبيموت ومو أحد بعيش وكذا الناس كانت تحكم على هيدا بعض الناس كان يحكم على هاي القصة بالبطلان لمجرد أنه كان ما معود يشوف فتح صدر في العظام تنفتح أو ينفتح الصدر ويرجع ويبقى الإنسان عايش نعم مع تطور الطب هلأ صارت الناس بتاعها كل يوم بتصير غياءات المرات إذا ما أكتر إذا ما مش آلاف ناس بتنفتح الجراحة بيفتح بيفتح المفتوح أسمع عمالية قلب المفتوح صحيح طيب مع الفارق أكيد يعني شاني حكم عقلي يعني الواحد بيقدر يتخيل نحنا عم نحكي عم نتخيل هاي الأشياء نعم ننمي للسماء والسماء والسماء والجنة عم تجي الصور اللي عم تجي عخيالنا قد ما تكون هاي الحقيقي لكن هدا شي عقب ناحية العقل مقبول العقل ما بيرده العقل ما بيقول هدا شي ما بيصير مستحيل العقل بقول هدا شي ممكن هدا شي جائز فما بده يكون حكمنا على هذه الأمور عن سماعها مبني على الأشياء اللي شفناها وشهدناها وتعودنا عليها إنما مرجع حكم بده يكون للعقل صحيح مش للأوهام ولا للعادات لذلك هاي القصة قصة الإسراء والمعراج واهن كنا نحنا ما معاودين هو خان الأعجاز هي معجزة واللي بده يجي يقول إنه كيف هاك ما هو الرسول عليه الصلاة والسلام مثل ما حصلت معه هالمعجزة حصلت معه معجزات كتير هاي دي ما أول معجزة كانت بتصير مع النبي ما كانت آخر معجزة ولا كانت آخر معجزة صحيح يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما نبع الماء من بين أصابعه وعدة مرات عدة مرات مش مرة واثنين عدة مرات أمام جموع أمام جموع كبيرة وشافوا وشربوا يعني مش بس خيال ماء نبع من بين الأصابع مثل الينابيع الصحابة اللي وصفوا شافوا بعيونهم عم بيقولوا مثل الينابيع يعني الماء ويفور يفور من بين الأصابع وشربوا منها طيب هاي دي منوشي نحنا أكيد ماشي معاودين عليها ولذلك قلنا هاي دي معجزة بس العقل بيقبن بس العقل بيقبن ما قدرين نتخيلها أنا أنت عم تحكي عم بتخيل نعم أنه ما عم يطلع من بين الأصابع معجزات الإسراء والمعرج من أعظم المعجزات التي حصلت للنبي عليه الصلاة والسلام مثل مربينا نحنا وعم نسمعها وكل سنة من عيدها ومن رددها حنبقى بإذن الله على هذه العادة ما حيينا نعلمها لأولادنا ونرجع نسمعهم إياها وننشئهم عليها ونحنا نبقى عم نراجعها ونذكرها نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا لقاءا بالنبي عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى صار وقت نشكو نفتم شيخنا أكرم عكم الله بشقاعدة خلوة بارك الله فيكم جزائك الله خيرا الله يخسينا إليك وإليكم إن شاء الله نرجع نعمل أعداد أخرى إن شاء الله صار وقت نودعكم نشكر لكم قدوركم ونسألكم الدعاء في ظهر الغيب وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه